كشفت مصادر أمنية أن السلطات السعودية بعثت ما وصف بفريق لتمصل أدلة إلى القنصلية السعودية ومنزل القنصل بعد تسعة أيام من عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وحسب المعطيات التي نقلتها صحيفة صباح التركية فإن السلطات السعودية بعثت ضمن هذا الفريق بالكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي وخبير علم السموم خالد يحيى الزهراني الذين تردد بشكل يومي على القنصلية بين يومي الثاني عشر والسابع عشر من أكتوبر معلومات جديدة تتحدث عن وصول فريق سعودي ثالث لمحو الأدلة بعد عشرة أيام من اغتيال جمال خاشقجي لتضيف مزيدا من التفاصيل حول الجريمة فبعد تثبيت أصول فريقين أولهما فريق استطلاع يرأسه الملحق العسكري أحمد لمزيني وفريق الاغتيال المكون من خمسة عشر شخصا يرأسه اللواء ماهر المطرب تعيد هذه المعلومات إلى الأذهان حديث الرئيس التركي عن وجود مواد دسامة وما شبهها في السادس عشر من الشهر الماضي هناك حديث عن مواد دسامة أو ما شبهها وهناك محاولات لتمصها عن طريق طلاء المكان وهدف أعمال التفتيش هو كشف الملابسات وحسب الصحافة المحلية فإن السلطات السعودية بعثت فريقا ضم الكيميائي أحمد عبد العزيز الجنوبي وخبير علم السموم خالد يحيى الزهراني إلى القنصلية السعودية ومنزل القنصلي بعد أيام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بهدف تمص الأدلة وأنهما توجها للقنصلية السعودية يوميا بشكل منتظم لمدة أسبوع حتى السابع عشر من الشهر نفسه وهو التاريخ الذي شهد معينة بيت القنصل السعودي بعد معينة القنصلية بالنظر لطبيعة مهنة الشخصين المذكورين فإنهما على الأغلب عاملا على محو الأدلة المتعلقة بجثة خاشقجي وتنظيف ما بقي من دماء وسواء الجسد ومحو أثار مواد التنظيف أيضا تثير المعلومات الجديدة تساؤلات عن طبيعة التعاون السعودي المفترض في القضية وهل كانت مهمة فريق التحقيق الذي جاء بعد إعلان الأتراك قبولهم تشكيل فريق عمل مشترك مع السعوديين تأخير التحقيق وعرقلته خصوصا مع الحديث عن منع فريق التحقيق التركي من تفتيش بئر في منزل القنصل منذ اليوم الأول وحتى اللحظة بقي السؤال الأساسي أين الجثة ولماذا لا يتعاون السعوديون في الوصول إليها وإذا ما ظل هذا السؤال دون إجابة فهل سيبقي الأتراك القضية معلقة أم سيستخدمون ما بقي لديهم من أدلة ومعلومات للضغط على الجانب السعودي للكشف عن الحقيقة المعتز بالله حسن الجزيرة إسطنبول معنا من أمام القنصلية السعودية في إسطنبول المراسل الجزيرة محمد معوض محمد هذه المعلومات التي كشف عنها اليوم أي نقلة ستحديثها في التحقيق نعم إلسي كي نفهم أي نقلة قد تضيفها هذه المعلومات للتحقيق يجب أن نعيد التذكير بسياقين مهمين السياق الأول هو أن السلطات السعودية رفضت بعد أن ذاعت أنباء اختفاء الصحفي جمال خاشقجي رفضت القول بأنه قتل بل ورفضت طلب المحققين الأتراك الدخول إلى هنا خلف إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول وإلى منزل القنصل وهما الموقعين الذين اعتقدت السلطات التركية منذ اليوم الأول أنهما يحمل أدلة على ما جرى مع جمال خاشقجي بعد هذا الرفض الذي استمر حتى السابع عشر من أكتوبر المنصر دخل المحققون إلى مقر القنصل ومقر القنصلية وباشروا عمليات التحقيق الجنائي ورفع البصمات لكن خلال هذه الفترة من المماطلة من الجانب السعودي تأتي هذه المعلومات التي تكشف عنها مصادر أمنية اليوم وهي أن فريقا أمنيا وصل إلى إسطنبول ضمن هذا الفريق الذي بعث به الجانب السعودي للتعاون مع الجانب التركي في سياق التحقيقات هذا الفريق كشف عن إسمين فقط من بين الأسماء التي كانت فيه وهما متخصص لشخصين متخصصين أحدهما في الكيمياء والآخر في السموم وقالت سلطات التحقيق وفق هذه المعلومات الجديدة إنهما عملا على طمس أدلة وآثار لجريمة مقتل جمال خاشقشي داخل مقر القنصلية السعودية هذه المحاولات استطاع المحققون عندما دخلوا أن يجدوا آثارا لها محاولات طمس الأدلة بسكب مواد كيميائية ومواد سامة في بعض المناطق التي كانت تحمل أثرا للجريمة طبعا هذه المحاولات التي قام بها هذا الفريق يبدو أنها لم تنجح إذ أن سلطات التحقيق استطاعت أن تعثر على أدلة وآثار لهذه الجريمة تتطابق في الموقعين مقر القنصلية هنا خلفي ومقر القنصل السعودي على بعد 200 متر لكن ما يفيد هذا للتحقيقات بشكل عام يكمل صورة التعاطي السعودي مع هذه الأزمة منذ بدايتها إذ أن المسألة فقط لم تتوقف وفق هذه المعلومات الجديدة عند فقط مسألة التأخر في الاعتراف باغتيال جمال خاشقجي ومقتلي داخل مقر القنصلية ولكن أيضا محاولة التغطي على هذه الجريمة خلال فترة من الرفض رفض دخول المحاققين إلى مقر القنصلية السعودية والتي تصف هذه المعلومات الجديدة بأنها كانت محاولة لكسب الوقت لطمس الأدلة قبل أن يدخل المحاققون الأتراك فيما بعد إلى داخل مقر القنصلية أشكرك جزيل الشكر من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول مراسلنا محمد معوض نفى نائب الرئيس التركي أن تكون تركيا تتستر على المعلومات التي لديها بخصوص الجريمة وأكد أن بلاده تتشاركها مع كل الأطراف من مؤسسات ودول في الوقت الذي تراه مناسبا وعندما ترى ضرورة لذلك كما قال إن تركيا تملك المزيد من المعلومات بخصوص الجريمة لا داعي للدخول في التخمينات والتكهنات لقد ارتكبت جريمة داخل الأراضي التركية وتركيا تريد توضيح هذه الجريمة بكل أبعادها ويجب الكشف عن مكان الجسد ومن أعطى الأوامر ونحن نبذل جهودنا من الناحية العدلية والسياسية لتوضيح هذا الأمر وليس هناك مجال للقول إننا لا نقدم معلومات بهذا الخصوص لأننا تشاركنا وما زلنا نتشارك المعلومات مع المؤسسات والدول في الوقت الذي نراه مناسبا وعندما نرى ضرورة للقيام بذلك ونتشاركها مع كل المناصب مهما كانت مستوياتها وحتى مع السعودية وهذا كان واضحا عند قدوم المدعي العام السعودي لتركيا وقناة التواصل ما تزال مفتوحة في هذا الشأن نحن سنوضح ملابسات هذه الجريمة وقلنا إن تركيا تملك في يدها معلومات ووثائق بهذا الشأن وتركيا مجبرة على المضي خطوات للأمام لأن هذه الجريمة حدثت فوق أراضيها وأكد فؤاد أكتاي نائب الرئيس التركي أن تفاصيل جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول أصبحت دولية ولا يمكن التستر عليها وأن اتفاقية فيينا لا تشفع بارتكاب أي نوع من الجرائم داخل أي بناء على الأراضي التركية جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع قناة الأناضول هذا الصباح وصلت جريمة مقتل خاشقجي إلى مرحلة انتشرت فيها كل تفاصيله على المستوى الدولي ولا يمكن التستر عليها وتركيا تعاملت معها بكل شفافية ورصانة الدولة وتمكنت من التعامل مع الأمر بنجاح سواء من الناحية العدلية أو التواصل السياسي فقد نفى السعوديون قدوم فريق من 15 شخصا لتركيا ثم قبلوا ذلك وقبلوا أنهم ارتكبوا الجريمة ومهما كان الأمر يتعلق بقنصلية لها حصانة حسب الاتفاقيات الدولية وهنا أقصدوا اتفاقية فيينا فإن هذا لا يعني أبدا أنه يمكن ارتكاب هذه الجريمة لا في أي وقت ولا في داخل أي بناء على أراضينا وطالب أكتاي الطرف السعودي بالكشف عن مصير جثة خاشقجي لكي تتواصل التحقيقات بشكل صحيح قبل هذا المشتر بلان ندر جسد نرد لقد قبل السعوديون أن هناك جريمة ولكن أين هي الجثة هذه جريمة تم تدبير لها بإحكام حتى إنهم جلبوا معهم لتركيا شبيها للشخص الذي خططوا لقتله والفريق الذي أتى لتركيا مكون من خبراء في مختلف المجالات من التشريح والعسكر وتقطيع الجسد وبيان المدعي العام التركي يقول إن خاشقجي قتل مباشرة بعد دخوله القنصلية ثم قطعت جثته وبدأ الحديث عن إمكانية تذويب قطع الجثة بالأسيد كل هذا يجب أن يتم توضيحه والكشف عن ملبساته وتركيا تطلب إجابات حول الجثة لكي يتم مواصلة التحقيقات بشكل صحيح من أنقرة ينضم إلينا مراسلنا عمر خشرم عمر ما أهمية الكلام الذي أدل به نائب الرئيس التركي وما الجديد الذي أتى به طبعا أهميته تكمن في أنه وجه عدة رسائل دولية ومحلية بشأن هذه القضية لعل الرسالة الأولى هو أن تركيا ما زالت مصرة وعازمة على المضي قدما في الكشف عن كل ملابسات هذه القضية وأنها تسير في اتجاه قانوني أو حقوقي واتجاه سياسي وستظل مستمرة حتى الوصول إلى الذي أصدر التعليمات بارتكاب هذه الجريمة مهما كانت هويته هذه الرسالة الأهم التي أرسلها اليوم فؤاد أكتاي الرسالة الأخرى الثانية وهي رسالة إلى الجهات التي تحاول إغلاق ملف القضية عن طريق التحجج بمصالح دولية وما إلى ذلك وخصوصا الرئيس الأمريكي الذي ما زال تذبذب في تصريحاته إضافة إلى دخول بعض الدول مثل مصر وإسرائيل على الخط من أجل إغلاق هذه القضية بشكل يتناسب مع مصالحهم إضافة هناك رسالة إلى الداخل التركي وخصوصا على لسان المعارضة الذي بدأ يوجه انتقادات شديدة جدا إلى الحكومة التركية من أجل الكشف عن هذه الملابسات إضافة إلى التشكيك الذي تتفوه به المعارضة يوميا تقريبا يقول بأن تركيا تريد الوصول إلى صفقة تحافظ من خلالها على مصالح معينة مع السعودية دون أن تمس بالإطار العام لذلك هذه الرسائل مهمة وصلت لكن كما قلت الرسالة الأهم هي أن تركيا عازمة رغم كل الضغوط التي تتعرض لها من المجتمع الدولي وخصوصا من جهات معينة في المجتمع الدولي وعازمة على الوصول إلى الشخص الذي أصدر الأوامر وهنا لا بد من التذكير بأن الرئيس أردوان استثنى الملك سلمان من هذا الموضوع وفي ذلك أيضا حركة سياسية مهمة هو يعرف أو يقول على أقل أنه يعرف من أعطى الأوامر لكن لا يريد أن يذكره بالاسم من أجل عدم إثارة أي توتر ثنائي بين السعودية وتركيا يريد من السعودية أن تخرج وتعترف لذلك اليوم واصل فؤاد أكتاي مناشدة الجهات السعودية بالكشف عن مكان الجثة وهذا مهم جدا وكذلك بالكشف عن الذي أصدر الأوامر وتركيا تضع السعودية في محك أمام المصداقية أمام المجتمع الدولي وكذلك المجتمع الإسلامي بشكل عام لذلك جاءت هذه الرسائل التركية زيادة في الضغط على السعودية وكذلك زيادة في تشكيل رأي عام عالمي وكذلك ضغوط دولية مستمرة للضغط على السعودية إضافة رسالة أخرى وهي أن فؤاد أكتاي قال أن تركيا أعطت المعلومات التي دليها إلى الجهات المعنية في كل أنحاء العالم وحتى المؤسسات الدولية وستعطي وستزود هذه الجهات أيضا بما لديها من معلومات أخرى لم تعلن في الفترة المقبلة وفق الضرورة وهذا يؤكد أن تركيا ماضية في نهج معين في خطة معينة في التعامل مع هذه القضية في إدارة هذه الأزمة من أجل التوصل للأهداف النهائي وهو الوصول إلى الرأس المدبر وملاحقته بحسب القانون التركي أو القانون الدولي شكرا جزيلا لك مراسلنا من أنقرة عمر خشرا وتنضم إلينا في الستوديو هنا في اسطنبول الصحفية صائمة تكتاش صائمة هذه المعلومات المنشورة اليوم عن فريق دخل إلى القنصلية لطمس الأدلة إلى أي مدى يديق الدائرة حول المسؤولين الحقيقيين عن هذه الجريمة في الحقيقة عند النظر في المعلومات التي بيدينا نعرف بأنها معلومات حديثة وهي تقول بأن شخصين أتياء فوق وجاءة لمحول أدلة لا أعتقد بأن هذه معلومات تضيق الخناق على السعودية السعودية قامت بهذه الجريمة وهي مرتاحة لها وهي قامت بالجريمة على أراضي الغير هذه الرسالة رسالة هذه جريمة رسالة ليست للخاشقشي وأمثاله لا إنها رسالة لتركيا ولكل المعارضين العرب ولكن ألا يشير دخول هذا الفريق بعد بضعة أيام على حدوث هذه الجريمة إلى أن السلطات السعودية ربما مسؤولين كبار كما يقول المسؤولون الأتراك مسؤولين كبار في السعودية كانوا على علم بحدوثها هذا ما تعنيه هذه الرسالة قالوا في البداية بأنهم لا دخلهم بهذه الجريمة وقالوا بأن هؤلاء الناس جاءوا إلى تركيا لمحول أدلة أعتقد بأن هنا الرسالة تظهر هذه رسالة تظهر هذه أدلة تظهر بأن خاشقشي قتل من قبل السعوديين وفيما بعد تصرفوا بحرفية عائلة ومحوا كل الأدلة وهي رسالة أخرى تقول بأنهم بإمكانهم أن يقتلوا من يريدون ويمسح الأدلة كما يريدون هذه رسالة قوية وهي رسالة تدل على بأن بإمكانهم أن يعقوموا بجريمة وحشية للغاية لكنهم بإمكانهم أن يمسحوا الأدلة بشكل محترف كسحفية متابعة لهذه القضية ماذا تستخلصين من وجود ضمن الفريق الذي دخل إلى القنصلية لطمس الأدلة وجود كيميائي وخبير علم سموم ماذا نصخلص من ذلك وهذا ما أريد أن أقوله بصراحة لقد قاموا بهذه الجريمة أمام أعيني وناظري كل العالم ولا يخفون هذا الشيء ويقولون بأنهم قاموا بهذه الجريمة لكن يمحون الأدلة التي تدل على الفاعل الحقيقي إنها جريمة إنها جريمة مطلوبة مطلوبة منها أن تدل على بعض الناس وأن تخفي بعض الناس إنها جريمة وحشية تجعل من بعض الأشخاص مشتبه بهم وغيرهم غير مشتبه بهم رغم كل هذه الأدلة والمعلومات التي تتكشف افتباعا ما زال هناك أجواء لدى المسؤولين التركيين الأتراك بأن السعودية عليها أن تتعاون ويطلبون من السعودية التعاون السؤال من الذي سيحمل السعودية على التعاون خصوصا في ظل تصريحات كتصريح وزير خارجي الأمريكي بالأمس الذي يؤكد على العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية كيف ستتعاون السعودية السعودية ستظهر بأنها تريد أن تتعاون لكن في الحقيقة لن تتعاون تركيا تريد أن ترجع هؤلاء الثمانة عشر شخصا إلى التركيا لكن هناك أدلة السعودية تخفيها وتحاول أن تخفيها وأن تدل على أشخاص بعينهم دون آخرين لكن تركيا تصر على أن أدلتها كافية ووافية لجعل هؤلاء الثمانة عشر شخصا نحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية نمت أشخاص معينين في السعودية وهي تستعملهم أسأل الآن الدور على الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن علاقتها مع السعودية استراتيجية لتيها ملايين ومليارات من الدولارات تستثمرها في السعودية إذن الولايات المتحدة الأمريكية لن تخرب علاقاتها مع السعودية. لكنها في المقابل وبشكل أو بآخر ستحاول أن تقدم قرابين من أجل هذه القضية. نحن نعرف بأن السعودية تعرضت صورتها الإيجابية لخراب كبير في كل العالم. شكرا جزيلا لك يا السحفية صائمة تكتاش على هذه المشاركة معنا. اشتركوا في القناة